لم تغب الحشود عن ساحة وسط بيروت والعديد من المدن اللبنانية مطالبة بإسقاط النظام السياسي القائم في تحدي نادر للعائلات السياسية من مختلف الطوائف التي أوصلت البلاد كما يقول المتظاهرون إلى حد الخراب في خضم غضبة اللبنانيين التي عاشتها شوارعهم طيلة الأيام الماضية خرجت تظاهرات في مناطق محسوبة على تيارات سياسية نافذة غابت خلالها الأعلام الحزبية ومزق المتظاهرون خلالها صور زعماء سياسيين من بينهم حسن نصر الله وسط شعارات مطالبة بلقمة عيش بعيدا عن الانتماءات والحسابات الطائفية في مقابل ذلك تبدو مهلة الـ 72 ساعة غير مجدية إذ يقول وزير الشؤون الاجتماعية المستقيل ريشار قومجيان إن المتظاهرين لم يعد لديهم ثقة بالطبقة السياسية الحاكمة تلك التي اجتمعت لمناقشة 26 بندا قدمها رئيس الحكومة سعد الحريري كورقة اقتصادية إنقاذية تشمل خفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين بنسبة 50% أمام هذه التخفيضات يظهر أن لبنان كما تنقل وكالة رويترز بأنه على حافة الهاوية حيث يواجه احتمال تخفيض العملة والتخلف عن سداد الديون وعلى وجه السرعة يحتاج لإقناع حلفائه في المنطقة والمانحين الغربيين بدعمه لكن الفساد المستشري كما يرى مراقبون فعل فعله في دولة الطوائف اللبنانية وظهر إحجام المانحين كعقاب لهم لسيما مع توغل حزب الله في الدولة وما ترى أنه حاجة لكبح نفوذ إيران المتنامي في الشرق الأوسط الطبقة السياسية من جانبها لا تزال تحذر من فراغ سياسي وانهيار للنظام لا وبل إعادة اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية وهي ورقة لطالما راهنت عليها لدفع المانحين للدعم وإنهاء الأزمة الاقتصادية التي فجرت الغضب الجاري غضب جعل المتظاهرين في واد والطبقة السياسية في واد آخر ولربما فات الأوان في ثورة يبدو من الصعب التنبؤ بمآلاتها ونتائجها وحتى شكل التغيير القادم إليها شكرا